الدرس 3 العين والرؤية المحور جسم الإنسان العين المفاهيم العين جهاز حسي آلة التصوير شبيهة بالعين الشبكية العصب البصري المحتوى العين والرؤية الهدف أتعرف العين جهاز حسي أتعهد مكتسباتي أنسخ الجدول وأتم تعميره بما يناسب مما يلي الحاجب العصب البصري الشبكية الجفنان الأهداب أعضاء داخلية للعين أعضاء خارجية للعين أعضاء داخلية للعين العصب البصري الشبكية أعضاء خارجية للعين الحاجب الجفنان الأهداب ألاحظ وأتسأل شهدت شخصاً سليم العيني يستعمل عصى بيضاء عند التنقل في مركب تجاري لماذا يستعمل هذا الشخص العصى؟ عادة عند رؤية شخص يستعمل عصى بيضاء عند التنقل أعلم أنه كفيف أي فاقد للبصر وفي استعماله لهذه العصى قدرة على تحصص الأشياء من حوله ومحاولة تجنبها وعدم الارتطام بها أفترض العين كافية للإبصار تتدخل أعضاء أخرى في الإبصار المركب التجاري مظلم أجرب وأتثبت ألف أجسم عملية الرؤية باعتماد الوسائل التالية شاشة عدسة غشاء أسود ثقب صغير شمعة نلاحظ أن ضوء الشمعة مر من ثقب العدسة وانعكس على البلور باء أنقل الجدول وأعمره بذكر مكونات العين في الجدول التالي محاولة لعرض أعضاء العين الشبيهة بمكونات آلة التصوير العين المشيمية آلة التصوير الغرفة السوداء العين الحدقة آلة التصوير العدسة العين القزحية آلة التصوير المنظم الضوئي العين الشبكية آلة التصوير الفيلم استنتج تخترق الأشعة الضوئية فراغ للعين فترتسم صورة الجسم على فراغ وتحدث إشارات سيالة عصبية ينقلها فراغ إلى المخ الذي يتولى تحليلها وتأويلها تخترق الأشعة الضوئية الأوساط الشفافة للعين فترتسم صورة الجسم على الشبكة وتحدث إشارات سيالة عصبية ينقلها العصب البصري إلى المخ الذي يتولى تحليلها وتأويلها أطبق وأوظف العين العصب البصري المخ أنطلق من الرسم لأشرح عملية الرؤية تلتقط العين الصورة ثم ترتسم على الشبكية فتحدث إشارات ينقلها العصب البصري للمخ الذي يحللها ويدركها با أرتب الأحداث التالية لأتعرف كيف تتم عملية الرؤية تنبعث الأشعة الضوئية من الجسم المضيء وتنطبع صورة الجسم مقلوبة على الشبكية فتخترق الأشعة الضوئية الأوساط الشفافة للعين فينقل العصب البصري صورة الجسم إلى المخ فيحللها ويؤولها تنبعث الأشعة الضوئية من الجسم المضيء فتخترق الأوساط الشفافة للعين وتنطبع صورة الجسم مقلوبة على الشبكية من ثم ينقل العصب البصري صورة الجسم إلى المخ فيحللها ويؤولها أقيم تعلم الجديد أصلح الخطأ عند وجوده سنقوم في كل مرة بتصدير الخطأ إن وجود ومحاولة إصلاحه الشبكية تنطبع عليها الأجسام في وضعها الطبيعي خطأ الشبكية تنطبع عليها الأجسام مقلوبة العصب البصري ينقل الإشارات إلى المخ صحيح المخ يتم فيه تحليل الإشارات وتأويلها صحيح الحدقة تمنع الأشعة الضوئية من المرور إلى داخل العين خطأ الحدقة تسمح بمرور الأشعة الضوئية إلى داخل العين الجسم البلوري يفرق الأشعة الضوئية التي تلتقطها العين صحيح معجمي في العلوم أنقل الشبكة وأعمرها واحد تتكيف حسب كمية النور اثنان يحمي العين من تسرب العرق ثلاثة حصة الإبصار واحد أفقي قاف فراغ حاء فراغ تاء اثنان عمودي حاء فراغ فراغ باء ثلاثة أفقي باء فراغ فراغ واحد تتكيف حسب كمية النور هي القزحية اثنان يحمي العين من تسرب العرق هو الحاجب ثلاثة حصة الإبصار هي البصر واحد أفقي قزحية اثنان عمودي حاجب ثلاثة أفقي بصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر